ما يتمش تعميم يا كابتن بدر يعني انت بدل ما عملت دليل المنتخب ليه ما يتمش تعميم على المسابقة في حد ذاتها والاتحاد يعمل ده انت بتتمسك مزور دولي او مصنن دولي ومحلل تلعب في المحلي مشوفتهاش غير في مصر ده الطبيعي لما يتم الكشف عن الاسمارات ما تلعبش محلي وتبدأ تعمل بقى كشف ظاهرة على كل فرق القطاع اقولك حاجة عازم ما بقاش فيه تسنين من الاخر يعني النادي اللي يتمسك يقعد سنتين بدون قيد عندك حق قديك حاجة تخلي الاندية تفتش وتبقى عندها هي اللي تدور تدور وتبقى مهتمة جدا اللي موجود ده مية في المية كل حاجة عنده سريمة اوقف النادي اللي يتمسك سنتين قيد ووقف اللاعب أربع خمس سنين على قد ملاعب واسحب منه البطولات المزيفة اللي خدها ويتعرق قدام كل الرياضيين في مصر ان فيه اندية عندها كذا 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 لا يمكن التعامل معها انما انت راجل ما بتتعاقبش راجل بتبقى مزور دولي وتلعب محلي راجل بتبقى عندك حاجات انت عارف انها مش مظبوطة وتقولي لا ده ده سليم الورق سليم ورق اللي سليم يا بيه ورق اللي سليم طب اروح معك للمنطقة دي للمنطقة تانية فضل بقيت اشوف فيه استثمارات في موضوع الاكاديميات والقطاعات والبراعين ده بيبقى فيه منافسة صعبة ولا منافسة مشة ازاي ولا الاتحاد فين من الجزئيات اللي زي دي هي في حاجة اسمها استثمار يا محمد في الكرة ممكن استثمت بس في مرحلة معاناة في الفريق الاول كنحة تسويقية لكن قطاعات الناشئين الاستثمار تسويق اه مش كده ولا ايه مظبوط يعني انت بي عندك ناشئ بتجهزه ياما تبيعه ياما عارة ياما يلعب في فريق الاول ياما يلعب في أوروبا هو ده التسويق والاستثمار لكن انا اخد من اللاعب فلوس ايوه عشان يتقيد في المنطقة ولا في الاتحاد عشان يلعب كرة اقول بقى اقول لجماعة دول اقولهون كلمة واحدة مختصرة جدا في الموضوع ده اذا الكرة مش هتصرف عليك ما تلعبهاش ما تلعبهاش ما تلعبهاش الله خليك تلعبها في الجامعة هواية العب حاجة تانية العب حاجة تانية تبقى انت مميز فيها اصلا اعرف ان الاستثمار دي يعني ايه اجيب فرقة اصرف عليها اعيد لا ما بتصرفش عليها حضرتك انت بتاخد منهم فلوس لا ما بتصرفش عليها بياخد منهم فلوس آه ما بصرفش عليها حضرتك بدل استثمار اللي عرفه وليه الأمر بيدفع فلوس مسكين عشان ابنه يتسجل ويلعب بطولة زي ما قلت لك مزيفة المواقب زاد عن الحد شوية زاد جدا محمد انت بتلعب بطولات في البراعم اللي هي مرحلة التأسيس فيها منافسة عايزي بعندك العابة الكرة ليه عايزي بعندك مواقب ليه بتتقتل بدري المواهب بتقتل بدري لانها بتلعب في مراحل سنية ومسابقات غير مدروسة غير مدروسة ما ينفعش برعم يتحطي تحت ضغط من ست سنين اهو انا بتكلم في اللي عرفه اللي اشتغلته اللي انجحت بيه سواء في النادي الاهلي في مصر او في الامارات من ست سنين لاربعتاشر سنة مرحلة بناء للعب وتأسيس للعب مفيش اي منافسة المنافسة بعد سبعتاشر سنة مرحلة التكوين من اربعتاشر لسبعتاشر لسبعتاشر اللي هي بتمدي بعدها سن الاحترافه تمدي عقد من تمنتاشر السنة مش كده ولا ايه نظبوط هو الفيفا ده بيعمل قواعد وقصص مش عشان يعلمنا ده علم طب احنا ليه حضرتك بنخش في المنافسات غريبة الشكل وفيها مصورين وفيها زي ما قلتلك مسننين وفيها ناس عايزة تكسب وفيها مدرب بيشوت بنص الملعب يعني انت الاساس او الله العظيم انت شفتها اكيد تخيل انت المرحلة التعليمية التأسيسية انت فقدها من 6 ل 14 سنة يعني 8 سنين انت بتتعلم كورة انت بتتعلم كورة تتعلم كورة تخيل انت فقدها في مصر وترجع تقول لي محمد ما فيش مواهب انا ما فيش مواهب من تقاتل للمواهب حضرتك هي عزمات كبيرة جدا موضوع الاستثمارات موضوع التسنين موضوع التزوير نظرة المواهب تحطها يا عنوان وعندك كل التفاصيل اللي شرحها الكابتن بادي الرجاب